السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم بمادة الميكروبيولوجي هذا الدرس الثاني من الأسبوع الأول ونقول يا رب بسم الله رح نحكي بدرسنا اليوم عن علم الجراثيم البكتيريولوجي حنحكي عن تصنيف الجراثيم Classification of bacteria بعدين رح نحكي عن الخلية الجرسومية بحجزاتها مكوناتها واحدة واحدة بالتفصيل إذا بدي حكي عن تصنيف الجراثيم فأنا بصنف أول شيء بناء على شكل هالجرثومي بعض الجراثيم بيكون شكلها عبارة عن مكورات وبعض الجراثيم بيكون شكلها عبارة عن عصايات صغيرة منسميها عصيات وفي جراثيم ما نعرفان حالها لا لأمكورة ولا لأعصية منسميها في بعض الجراثيم عبارة عن شكل الضمة هاي الضمة اللي عنيها باللغة العربية منسميها فيبريو وفي بعض الجراثيم عبارة عن أشكال ملتوية منسميها هاي الأشكال الرئيسية يلي ممكن تجي فيها الجراثيم النوع الثاني من أنواع التصانيف اللي احنا ما يصنف الجراثيم حسب الصفافها قدام بعضها البعض بعض الجراثيم تصطف gerade بعضها البعض على شكل عقد مثل العقدة اللي بتحطه البنت على رقبة أو على شكل المسبحة لذلك منسميها مكورات يا أول شي مكورة وتصطف على شكل عقد فمنسميها مكورات عقدية أو مكورات سبحية أو تصطفyond ستريبتو كوكس أو تصطف ناحب عقد على شكلynnقود العنب فمنسمها ستافيلو كوكس مكورات عنقودية أو ممكن تصطف في شكل ثنائي فمنسمها مكورات ثنائية ديبلو كوكاي الحقيقة أن المكورات هي غالباً اللي بتصطف والعصيات الصفافة أقل بكتير لكن ممكن تصطف في شكل سلسلة منسمها ستريبتو باسيلي أو على شكل ثنائي منسمها ديبلو باسيلي هاي أهم أشكال الصفافات أيضاً يلي ممكن نصنف الجراثيم على أساسها هاي صور من المجهر منشوف نحن هذا المحضر فيه مكورات منشوف كيف الجراثيم شكله مكور ومصفة بشكل عقد فمنسميها ستريبتو كوكس هاي أيضاً مكورات لكن مصفة إذا نحن نشوف تجمع صغير من هذه التجمعات منلاقي مصفة بشكل عنقودي فمنسميها ستافيلو كوكس وهي عصيات ما نمكورها بشكل عصيات إما بشكل مفرد أو بشكل سلسلة منسميها ستريبتو باسيليوس أو باسيليوس بشكل إفرادي هاي ايضا اشكال ترسيمية للستريبتو كوكس وللستفيلو كوكس وهي شكل للعصيات للباسيلوس الآن اذا بدي انتقل على الخلية الجرثومية بحد ذاتها ودرس تفاصيلها واحدة واحدة لازم اتذكر شيء اللي حكيناه بالدرس الماضي الفرق بين الاوكاريوت والبروكاريوت الخلايا حقيقية النواة وبداية النواة وبدي اتذك attributes انه كل الكائنات الحية خلاياه اوكاريوت باستثناء البكتيريا والاركبكتيريا اذا انا لما بدي ادرس الخلية الجرثومية لازم اتذكر ان هاي الخلية هي خلية ببروكاريوت واتذكر الفروق بين البروكاريوت والاوكاريوت اللي حكيناها كل اللي يتعى بالدرس الماضي اذاان انا الان عم بتكلم عن خلية جرثومي يعني خلية بروكاريوت ضمن هاي الخلية هيفيع عندي مكونات رئيسية كل الجراثين مشتركة فيها ما تلاقي جرثم إلا موجودة فيها المكونات هالمكونات هي الهجرة دوره الجدار الخلوي الغشاء الستو بلاسمي الريبوزوم والنيكليويد hay ه lava كل الجراثين موجودة في الداخل لماذا أضع الـ بالأبيض والبائي بالأحمر؟ لأنها بالسيلول عندي نوع واحد من الجراثيم بفتيئة من الـ Procaric Cell ما عندها سيلول اسمه ميكو بلازما أما باقي المكونات بكل جراثيم مششركة فيها يعني المستحيل تلاقي جراثوم إلا موجود في سيل مبران... والسيلول باستثناء نوع واحد من الجراثيم ما عنده سيلول عندي خيارات إضافية، ممكن تكون الموجودة وبالخلية لا تكون الموجودة هي البلاسميد، الكابسول، الفلاجيلا، البللي، والإندوسبور ورح نشرح كل واحدة من هدول بالتفصيل أول شي رح نعكي عن السيلول هو هذا البردآن اللي شايفينه أنتو بيغلة في الخلية من الخارج هذا البردآن الخفيف الفاتح اللي من جوه هو السيل ممبرين أما هذا البردآن الغامق اللي من برة هو السيلول اللي بيغلة في الخلية وهي المكونات الثانية اللي حكيناها السيتو بلازما، الريبوزوم، والجينيتك ماتيريال هذه هو المكونات الرئيسية الموجودة ضمن الخلية بالنسبة لется الokratいや databases بالنسبة لccl wall الحقيقة مطل ما حكينا كل الجراثيم بستصناء نوع واحد عنده ůcell wall فنحن سنحكي الآن بل العام أنه كل الجراثيم عنده سيلول هذا السيلول بين الجراثيم لـه نوعين يعني الجرثومة بتكون عنده سيلول أحد نوعين إما نوع من سميه gram positive أو نوع نوع نهاجاتف يا gram positive، يا gram negative الgram positive، السيلول تبعاً الgram positive بيكون عبارة عن طبقة من الببتيتو كليكان مع حمض اسمه teocoic acid اما لgram negative بيكون عبارة عن طبقة من الببتيتو كليكان ايضا لكن ما عنده teocoic acid في عنده طبقة اضافية لسا هي عبارة عن سكاكر و شحوم اذا كل الجراثيم عنده سيلول و هذا السيلول اما بيكون gram positive عبارة عن طبقة ببتيتو كليكان مع teocoic acid أو يكون ببتدو جلmin بدون تيوكوعيك ولكن لديها لطبقة إضافية هذا الرسمة هي المختلفة، corrupteded καιaranOSE هذه الرسمة هي الذهاب الى الفرق البرائة بين . جرام بوزيتيف عند طبقة لسلك عن ما هي جرام بوزيتيف وهنا طوال عملنا منعرف هذا هو عبارة عن وزن من وين جبتوني اها positive و negative الحقيقة جرام هون نسبة لعالم اسمه هانس جرام جوجل ايلور الماضي احتفل بعيد ميلاده 166 وغير صورته لهالشكل هاد هاد العالم قام باكتشاف طريقة لتلوين الجراثيم واكتشف انه عن طريقة طريقة هاي فيه جراثيم تتلوم بلون وجراثيم تتلوم بلون اخر لذلك صنف الجراثيم الى صنفين حسب ما ذكرنا كيف طريقة التلوين هاد وكيف احسن صنف الجراثيم لgram positive وgram negative راح اشرح لك ياه بطريقة باذن الله بحياتك مع varied تنساها فركز معي بالغ bei sliders التالي انا عندي هاي الجرفيم يلي اداما مني حكينا في عندي جراثيم السيلول تبعها يكون عبارة عن طبقة ببتير وغلكان وفي جراثيم يكون فيها عندى ببتير وغلكان بالاضافة لطبقة اخرى من السكاكر والشحوم تمام...فاذاالعندي هاي الجراثيم هييه في عنده طبقتين ضمن السيلول والجراثيم التاني هي طبقة واحدة من الببتير وغلكان تقرام شو ساوا؟ كرام جاب لون أزرق عبارة عن كريستال فيوليت ولون هالجراثيم هاي باللون الأزرق وأضاف له اليود لأنه اليود هو اللي يثبت اللون على الجراثيم قاما تلونت ال سيل وول كلا للجراثيم باللون الأزرق تمام اكتسى ال سيل وول تبع الجراثيم باللون الأزرق اللي حطيناه للمحضر طبعا أنا حاطرت الرسمه هذه حتى يبين معك انه اللي يتلون هو ال سيل وول لیکنا أنا أصبح فالمجاهر كيف يتبين معه جراثيم بتبين بها الطريقة هاي كلها بتكون بلون أزرق نرجع لرسم التوضيحي تبعنا بعدا مننا جرام شو ساوى؟ جرام جاب كحول أو أسيتون وحطه فوق هالجراثيم هاي الأسيتون شو بيساوي؟ الأسيتون بيحل المواد الشحمية بيحل المواد الشحمية معناتها الطبقة هاي يلي هي طبقة إضافية عن بعض الجراثيم يلي فيها سكاكر وشحوم رح تنحل بفعل الأسيتون لأنه هي فيها شحوم بالأصل فرح تنحل هالطبقة يلي هي موجودة عند بعض الجراثيم لذلك لما حط الأسيتون رح يروح اللون الأزرق اللي كان موجود على الطبقة لمليانة شحوم ضمن الجراثيم فإذا أنا إذا بتطلع الآن عن مجهر شو بلاقي؟ بلاقي فقط الجراثيم الزرقاء يلي ما فيها طبقة إضافية من الشحوم وهاي بنرجع للرسم التوضيحي تبعنا بعدا مننا جرام شو ساوى؟ جرام جاب لون أحمر اسمه الصفرانين ولون مرة تانية الجراثيم هل هاي الجراثيم اللي متلونة بالأزرق إذا حطيت فوق منها أحمر ما رح يغير عليها لونة لأنه الأزرق بالأصل هو لون أغمق من الأحمر أما مين حيتلون؟ حرتلون الطبقة الصفيانة بالسل وال للجراثيم اللي راح لونة بالأصل فهيك حيصير عنا رح تتلون طبقة البتداء وقلي كان البقيانة بالجراثيم يلي راحت طبقتها الأصلية إذا بتطلع عن مجهر رح لقي المنظر بهذا الشكل جراثيم لونة أزرق حافظت على لونة الأصلي وجراثيم صار لون أحمر هو اللون الجديد اللي اكتسبته بعد ما راح التبغط الأصلية تم الاصلاح أنه الجراثيم اللي حافظت على لون الأصلي لون جرام الأزرق الأصلي اسمه gram positive والجراثيم اللي راح لون الأصلي خسرت لونه اسمه gram negative مع أنه هيك تسبت لون جديد صار لون أحمر فالطريقة هاي أنا بحسن شوف المحضر عن مجهر هذا الجرام positive وهذا الجرام negative فأنا صار بحسن الآن صنفي أيضاً الجراثيم حسب لونها بعد التلوين بالمجهر إما Gram Negative أو Gram Positive فأنا صار عندي تصنيف بسألك الجرسومة هي شو شكلها؟ بتقلي والله شكلها مكور كيف مصطفة؟ بتقلي والله هي مصطفة بشكل عقدي معناتها هي Streptococci طيب Positive أو Negative تتطلع على لونة بتقلي هي Positive معناتها صار اسمها Gram Positive Streptococci بهالطريقة هاي أنا بحسن صنف الجراثيم كلها ياتا على الطريقة اللي شرحتها على Gram Cain كثير حلوة ممكن تعيدها مرة تانية أكيد بتحسن ترجع شوي بالفيديو لورا بتنعاد معك مرة تانية وبتثبت عندك بشكل جيد جداً إن شاء الله Be Positive Gram Positive حتى نذكر دائماً أن اللون الأزرق هو اللي بدل على Positive والباقي الأحمر هو اللي بدل على Negative منكمل هلأ على Cell Wall على حديثنا عن Cell Wall للجدار الخلوي أو الهجرة دوره هذا Cell Wall هو بيشكل الغلاف الخارجي للخلية هو الطبقة الخارجية تماماً بالخلية هذا الغلاف هو اللي بيعطي هالخلية هاي شكلها لذلك نحن حكينا أنه في عندي بالجراثيم شي مكور وشي على شكل عصية وفي شي بيناتهم أما بالأوكاريت ما في هذا الشي أبداً لأنه هي ما عندها Cell Wall Cell Wall هو اللي بيعطي الشكل للخلية هاي وبالتحديد مادة الببتيدوكليكان الموجودة ضمن Cell Wall هي اللي بتعطي هالشكل هاد للخلية هذا الجدار الخلوي فيه قساوي اللي هيك بيعطي الشكل هاد لكن بنفس الوقت فيه بعض المرونة وفيه فجوات لحتى تمرر الغذاء أو المواد اللي بديها الخلية تفوتها لجواتها هاي نفس المعلومات اللي حكيناها باللغة التركية الببتيدوكليكان اللي موجود ضمن Cell Wall من شو مكوّن؟ ببتيدوكليكان مكوّن من هيكل أساسي من N-Acetyl Moramic Acid و N-Acetyl Glycosamine هادول هاي بشكل الهيكل الرئيسي للببتيدوكليكان هي عبارة عن سلاسل بتشكل الهيكل الرئيسي إليه وبين هالسلاسل هاي بيتربط بيناتها ببتيد وتترببتيد إذن هادا كل ياتوا من سميه المولكيول تبع ببتيدوكليكان مع تجمعه بشكل Cell Wall للخلية هاي سلاسل N-Acetyl Moramic Acid و N-Acetyl Glycosamine بيربط بيناتها تترببتيد والبيبتيد ونحنا شايفين هادا الخيط اللي طالع لبرة هو والتيوكويك أسد اللي موجود حصراً بالجرام بوزيتف سيل هاد الببتيدوكليكان بالإضافة لمساهمته بتشكيل شكل الخلية فقاله أهمية كبيرة جداً هي إنه هادا ما موجود إلا بالجراثيم ما موجود إلا بالبروكاريو سيل لذلك أنا لما يكون في عندي إنسان مريض بيجي لعندوه بيقول له يا دواء وينما شف ببتيدوكليكان دمر على الآخر ولا ترحم لأنه مستحيل تكون خلايا جسم الإنسان فيها ببتيدوكليكان فالخلية اللي انت شفت فيها ببتيدوكليكان أكيد هي خلية جرسومية وهي أهمية كتير كبيرة صراحة لها المادة هي ضمن الجدار الخلوي مستخدم بشدة بصناعة الأدوية التيوكويك أسد نحنا شفنا هون طلعتنا شغلة جيدة هي جرام بوزيتف فنحنا الآن حكينا فقط عن جرام بوزيتف فكتيريا اللي هي فيها تيوكويك أسد هذا التيوكويك أسد شو بيساوي؟ هذا التيوكويك عبارة عن أنتجين شو يعني أنتجين؟ يعني هو الحساس يلي بنبه جسم أنه في عندك مادة غريبة دخلت لعندك فبيرد فعل الجسم على هالمادة هاي بالعملية الالتهابية لذلك التيوكويك أسد هو اللي بيسبب رد الفعل من حرارة مثلا من أحمرار من العمليات الالتهابية العامة المعروفة بصيب الجسم نتيجة هالجرسوم هاد مسؤول عنها هو التيوكويك أسد أيضا هاد التيوكويك هو الحساس يلي بتشغل عليه الفيجز البالعات لما بدأت تعرف على الجرسوم تتعرف عليه عن طريق الحساس هاد اللي هو التيوكويك أسد مثل ما حكينا هو خاص بالجرام بوزيتف بكتيريا الآن رحنا على الجرام نيجاتيف بكتيريا هاي الجرام بوزيتف أول شي منشوف كيف عندها طبقة تبتيدو جليكان واسعة أما الجرام نيجاتيف عندها طبقة تبتيدو جليكان ضيقة وفوق منها في عندي طبقة إضافية هالطبقة الإضافية من شو مكونة؟ مكونة من ليبو بوليسكرايد اللي هو عبارة عن شحوم وسكريات ليبو بروتين وفوسفوليبيد هذول مكونات الرئيسية الثلاثة للطبقة الدش ممبرين أو الأوتر ممبرين الموجودة بالسيل وال للجرام نيجاتيف بكتيريا إذن ليبو بوليسكرايد ليبو بروتين وفوسفوليبيد إذن إذا سألت شو الفرق بين الجرام بوزيتف والجرام نيجاتيف من حيث السيل وال بقول إن الجرام بوزيتف عندها طبقة من الببتيدو جليكان مع أحماض من التيوكويك والليبوتيوكويك والطبقة هي بتكون طبقة واسعة أما الجرام نيجاتيف فهي عندها طبقة رقيقة من الببتيدو جليكان مع بالإضافة لطبقة إضافية هي الدش ممبرين أو الأوتر ممبرين مكون من الليبو بوليسكرايد مكون من الليبو بروتين والفوسفوليبيد طيب في عندي هون ملاحظة مهمة جدا هي الإسفلسناء اللي ذكرناه بالبداية وهلأ مرد من عيده إنه في عندي نوع واحد من الجراثيم من البكتيريا ما عنده سيلول اسمه الميكو بلازما هذا النوع من الجراثيم بسبب إنتنات النفسية وأمراض تانية أهميته الرئيسية أنه ما عنده سيلول شو يعني ما عنده سيلول؟ يعني كتير شغلات يعني ما عنده شكل محدد ما بحسن نقول عنه مكور أو عصية يعني ما عنده سيلول يعني ما بتلوّم بتلوين السين فأنا ما بحسن نقول عنه جرام بوزيتف أو جرام نيجاتيف إذا ما عنده سيلول معنات أن ما بحسن نستخدم له الأدوية التي هي التي تهاجم السيلول فلذلك الميكو بلازما جرثومة منها صعب علاجها ما تتعالج بالأدوية العادية نحن نعالج فيها الجراثيم التاني هاي نقطة مهمة جدا لازم نحفظها الميكو بلازما هي نوع الوحيد من الجراثيم يلي ما عنده سيل وول في عندي استثناء تاني هو الميكوباكتيريوم الميكوباكتيريوم عنده سيل وول ومنسميه جرام بوزيتف بكتيريا هو عصية لكن تلوينه بستين كتير صعب يعني ما بتلون بستين بشكل سهل طب كيك سميته أنا جرام بوزيتف لك لأنه بنية جداره هي مثل بنية جدار الجراثيم جرام بوزيتف لكن ضمن جداره في عنده مواد شمعية زائدة بتخلي تلوين السين ما يلزع عليه بشكل جيد لذلك اكتشفوا طريقة لتلوين هالجراثيم بشكل خاص اسمها طريقة تزيل نيلسن هي الطريقة اللي ملون فيها الميكوباكتيريا وبالمناسبة من أنواع الميكوباكتيريا هي جرسومة السل عصية السل المعروفة طبعا بمرض السل بدنا نتذكر أنه هي ما بتتلوين بتلوين ستين لأنه فيها مواد شمعية زائدة ما بتخلي التلوين هاد يثبت عليها السيتو بلازمي ممبرين أو البلازمي ممبرين أو الغشاء السيتو بلازمي أو غشاء الخلية هو أيضا طبقة تغلف الخلية لكن بيكون تحت السيلول يعني هو طبقة بين السيلول وبين السيتو بلازما عبارة عن غشاء نفوزيته جزئية يعني بيسمح ببعض المواد تفوت الخلية وبيمنع مواد تانية تفوت على الخلية وما بيحتوي هذا الغشاء على السيرول نحن حكينا هالمعلومة هي لأنه كل الأوكاريو سيل الخلايا التانية أنواع الخلايا التانية تحوي ضمن غشاء السيتو بلازمي تبعها السيرول أما البروكاريو سيل ضمن الغشاء السيتو بلازمي تبعها ما في السيرول لكن هالكلام هات فيه له استثناء وحيد أيضا هو الميكو بلازما هاي الميكو بلازما اللي حكينا عننا قبل شوي وقالنا أنه هي ما عنده سيلول كمان هالميكو بلازما ضمن الغشاء السيتو بلازمي تبعها في ضمن منه السيرول إذا صار عندي ميزتين خاصتين بالميكو بلازما أول شيء ما عنده سيلول وتاني شيء ضمن الغشاء السيتو بلازمي تبعها فيه ستيرول خلافا لكل أنواع الجراثيم الثاني هذا السيتو بلازمي شو وظيفته شو بيساوي هو عبارة عن غشاء بيأمن التبادل للخلية بيحوط المواد اللي بدياها من شوارد من مواد مغزية وأيضا بيطلع المواد من الخلية للخارج مثل بعض الأنظيمات أو التوكسينز السموم اللي بدأت طلع على الخلية لبرة هذا الغشاء أيضا هو بيقوم بعملية مهمة جدا هي التنفس أو توليد الطاقة للخلية لأنه ما عنده ميتوكوندريا فلذلك عن طريق الاكسيديتف فوسفوريليشن بيولد طاقة هذا الغشاء لحتى تستفيد من الخلية وتتنفس هذا الغشاء أيضا لما تنقسم الخلية وبدأتشكل سيلول الجديد هو بيساعد على تشكيل السيلول الجديدة الخلية الجديدة اللي انقسمت عن الخلية الأم هذه الجرام بوزيتف فكتيريا هذا السممبراين تبعها وهي الجرام نيضات فكتيريا هاي السممبراين تبعها مشوف أنه ما في فرق بين الجرام بوزيتف وال τين جرام نيغatic سيل مبراين بيناتهم الريبوزومز هو أيضا من المكونات الرئيسية للخلية يعني كل الجراثيم عنده مننا هو بيختلف عن الأوكاريوسي للا کريو Margнал طبعاً لكن بيختلفوا بينات بعضهم بالحجم الريبوزوم هون هو 70S ومثل ما بنعرف الريبوزوم هو اللي بيترجم المادة النووية لتصنيع البروتينات البلازميد هو من المكونات غير الأساسية في الخلية يعني بعض الجراثيم عنده بلازميد وبعض الجراثيم ما عنده بلازميد متل ما حكينا هو مادة نووية لكن خارج المادة النووية الرئيسية للخلية هو شغل مئزية كتير بيعطي صفات إضافية للجرسومة أو للخلية اللي هو موجودة فيها لحتى يعطيها إمراضية زائدة ممكن هذا أيضاً البلازميد الضاعف حتى يصير عدة بلازميدات غالباً بيكون عبارة عن سلسلة مضاعفة من الديين اي بشكل حلقي بها الشكل هذا بيكون البلازميد ممكن يكون واحد وممكن يكون عدة بلازميدات موجودة متضاعفة متل شو هالصفات الأمراضية اللي بيعطيها البلازميد؟ هل بلازمين إذا أعد بشي جرسومة ممكن يخلي هالجرسومة هاي ذات مناعة عالية ضد الأنتي بايوتيكس ضد الأدوية نحنا منحاربها فيها ممكن يخلي هالجرسومة تفرض توكسينز يعني هاي إمراضية عالية بتصير ضمن الجرسومة هاي ممكن يخلي يصير في تغيرات شكلية ضمن هالجرسومة يخلي يطلع لها بيلي مثلاً هاي الشعيرات اللي حكينا عليها هنحكي عنها أيضاً بعد شوي ممكن يخليها الجرسومة هاي مقاومة لمواد ثقيلة أو للمطهيرات الانتيسبتكس نحن ممكن نستخدمها لقتل الجراسيم بشكل بسيط ممكن يخليها الجرسومة هاي تفرز البكتيريوسين هذا البكتيريوسين مادة بتفرزها بعض الجراسيم لحتى تقضي على البكتيريا اللي حوليها حتى ما يصير فيه تنافس بيننا وبينها على الغذاء الموجود ضمن الوسط الموجودة فيه هذا كله عن طريق البلاسميد اللي هو خاصية إضافية ممكن تحصل لها الجرسومة هاي المادة الوراثية أو الجينيتك ماتيريال هي مثل ما حكينا مادة تسبح بشكل حرض من السيتو بلازما بتكون عبارة عن هابلويد يعني مادة غير مضاعفة لكن تكون عبارة عن خيط خيط ملفوف على بعضه بشكل مزدوج بشكل حلقي غالبا أو دائري عفوا وليس حلقي وبيكون بشكل عشوائي يسبح في سيتو بلازما ما بيكون ضمن نواة لأنه البروكاريوت ما عنده نواة الميزوزوم هو عبارة عن اندخال ضمن الغشاء السيتو بلاسمي هذا الاندخال مهم جدا بانتاج الطاقة للخلية لذلك احنا نعتبر هالميزوزوم هو بديل للميتو كوندريا انتاج الطاقة بيتم بهالمكان هات بالتحديد ايضا انقسام الخلية بيتم بشكل رئيسي عن طريق الميزوزوم وايضا عملية التبوغ اللي بتقوم فيها بعض الجراثيم بيتم عن طريق الميزوزوم اذا هذا الميزوزوم حقيقة مهم جدا جدا للخلية يعد الجهاز الحيوي الموجود فيها هذا الميزوزوم اللي حكيناه هو اندخال ضمن الغشاء السيتو بلاسمي اذا هو جزء بالاصل من الغشاء السيتو بلاسمي الكابسول او المحفظة هي عبارة عن طلقة خارجية تحيط ببعض انواع الجراثيم اذا هي ليست من الصفات الرئيسية للخلية بعض الخلايا عندها وبعض الخلايا ما عندها هالطبقة عبارة عن طبقة جيلاتينية مكونة من بوليسكركات من عديد سكركات هاي الطبقة بالاستثناء طبعا الانتراكس وهو نوع من انواع الجراثيم اسمه الجامرة الخبيثة font هذه الكابسول من LaGladic acid نوع من انواع الحمود اما اذا حكينا عن معهم الجراثيم فتكون commenting Nir視文 اكتر ّبوليسكركات عديد سكاكر هالك vegan السكركات ستكون مختلفة بعض انواع الجراثيم بينات بعضها لذلك أنا ممكن صنف الجراثيم اعتماداً على نوع السكاكر الموجودة ضمن هالكابسول هاي هاي جرسومة عم تجاكر الفاجوسايت أو الماكروفاج عفوان اللي بدها تجي تاكلها عم تقولها أنا ضمن المحفظة ما بتحسي تاكليني هالكابسول هاي شو إلى فوائد؟ هالكابسول هاي بتحمي متل ما حكينا الجرسومة بشكل إضافي فصالت هي أقوى مناعة ضد الانتيبيوتكس ضد المطهرات ضد الأنزيمات ضد الليزوزاين ضد الفاجوسايت صار عندها قوة إضافية بتحارب فيها الأشياء اللي ممكن تقتلها أو تحاربها ممكن أيضاً هالمحفظة هاي متل ما حكينا هي فيرو لنس فاكتور شيعني فيرو لنس فاكتور؟ يعني عامل إمراضي زائد يعني هي لما يشوفها جسم بيرد فعل بشكل أكبر بكتير فلذلك الجراثيم اللي عندها محفظات هي ممرضة بشكل أكبر من الجراثيم اللي ما عندها محافظ إذن هي في عندها فيرو لنس فاكتور هالمحافظ أيضاً أو الكابسولز بتفيدنا نحن أيضاً بالدراسة والتشخيص هالكابسول فيه اختبار اسمه الكويلينج تيست أو كابسول سويلينج ري أكشن نحن ممكن نجيب بعض الجراثيم ونعطيها أنتي سيروم يعني مضاد لها الجراثيم هاي بتقوم تنتفخ هالكابسول هاي فأنا بشوفها عن مجهر أنه انتفخت هالكابسول هاي فبستدل أنه بالفعل هذا الجراثوم اللي أنا عم دور عليه وأنه الجراثوم هاي عنده محفظة لهي كنتفخت هالكابسول هاي فبساعدني هالاختبار على التشخيص أيضاً أنا ممكن أخذ جزء من هالكابسول هاي واستخدمها كأنتجين عامل فيه تلقيح للناس ضد هالكابسول هاي لأنه مثل ما حكينا هو عامل أمراضي فيه صفة أنتجينية إذا حكينا عن الفلاجلة الفلاجلة هو أيضاً صفات غير الرئيسية للخلايا يعني بعض الخلايا عندها بعض الخلايا ما عندها هو هالنطوء اللي طالع من الخلية بشكل صوت هو اللي بيعطيها الخلية هاي قدرة على الحركة قدرة على الحركة وطبعاً هذا الفلاجلة بيختلف بين الجراسيم بعض الجراسيم عندها فلاجلة واحد بعض منها عندها أكتر من الفلاجلة وبعض منها يعني بنتو من أماكن مختلفة من الخلية هذا عم يقال له لجري بعد هيك لحتى يبين رفيقك بالصورة فهي بستدل منها أنه الجراسيم بتستطيع التحرك عن طريق الصوت طبع حتى ما تنزاها تستطيع التحرك عن طريق الصوت طبعها ولا الجراسيم اللي ما عنده صوت أو ما عنده فلاجلة ما بتحسن على الحركة أبدا الفمبريا أو البلي أو ما نسميها بالعربي الخمل هي هي الشوعيرات الصغيرة الموجودة حول الجرسوم مثل ما حكينا هي صفات غير رئيسية في الخلية يعني ممكن تكون موجودة ممكن ما تكون موجودة وهي أقصر من الفلاجلة مثل المشايفين وليس لها دور في الحركة يعني ما بتخلي الجرسوم يتحرك عن طريقها غالبا ما نشوفها بالجرام نيجاتيف بكتيريا بشو بتفيدنا هاللالمينة أو الفمبريا هاي الفمبريا هي بتساعد الجرسومة على الالتصاق على الالتصاق بالمكان اللي بتتمرض فيه أو بتتلتصاق فيه عن طريق هالبلي هي بالإضافة لذلك نحنا سميناها مرة شعيرات جنسية لأنه بتساعد على انتقال بعض المواد الوراثية من جرسومة لأخرى منذ ذكره وجراسيم ما عنده تكاثر جنسي لكن سميناها تجاوزا بالشوعيرات الجنسية لأنه بتساعد على انتقال بعض المواد الوراثية من جرثومة لتانية الصفة الأخرى هي غليكو كاليكس أيضا هي موجودة عن بعض الجراثيم منسميه بالعربي الزنار السكري أو نطاق السكري هو عبارة عن خاصية لبعض الجراثيم بيكون عبارة عن طبقة رقيقة جدا من السكاكر محيطة بالجرثوم هاد بيساعدوا على الالتساق بشكل كبير بالوسط البدية وهالخاصية هي صراحة هي اللي بتخلي كتير من المواد من المستشفيات مثل القصاطر وغيرها تغزى بشكل كبير من الجراثيم وتلتزق فيها جراثيم بشكل كبير عن طريقة الخاصية هي آخر الشغلة رح نحكيها عن الجراثيم اليوم هي السبور أو الاندوسبور أو التبوغ وهي خاصية فريدة عن بعض الجراثيم لما تشوفها الجرثومة الوضع كله تعب تطلع هيك لما الدنيا خربت لعد فيه أكل لعد فيه شرب لعد فيه كهرباء لعد فيه ماء شو بتساوي بتقوم بالخيار الأخير اللي عندها بتجمع حاله أول شي بتضاعف الديناي أو المادة الوراثية اللي عندها بيروح لمكان محدد بينقسم الغشاء أسيتو بلاسمي بتجمع حوله بطبقات سميكة جدا بتتخلص من كل شيء غراض ما بدياها ضمن الخلية وتحافظ فقط على هالمادة هاي الرئيسية اللي عندها ضمن أغشية سميكة وبتضل ربما لسنوات بهالطريقة هاي محافظة على حالها قد تبقى بالتربة لسنوات طويلة جدا بدون ما تتأثر بأي عوامل خارجية عليها حتى لو غالينا هالأبواغ هاي ما بتموت كثير من المطهرات والمواد اللي بتقتل الجراثيم عادة ما رح تقتل الأبواغ ممكن ربما بالصاد الموسط الأوتوكليذ أنه تقتل هالأبواغ هاي حسرا هالرسم هاد هو بيبينينا كيف يصير عملية التبوغ هاي الخلية ضاعفة المادة الوراثية راحة المادة الوراثية وصار فيه انقسام بالسيتو بلاسمي بالغشاء السيتو بلاسمي فيها تشكل طبقة حول المادة الوراثية تسمكت هالطبقات هاي صارت جدار سميك وبلشت تتخلص الخلية هاي من المواد الغير ضرورية فيها لحتى صفيت بوغة وحيدة مقاومة وعنيدة جدا جدا لكل شي ممكن نحن نحاربها فيه وهذا الرسم هو يبيننا أيضا عملية الاندوسبور أو التبوغ منشوف كيف المادة أول شي كانت متضاعفة بعدين بتشكل انقسام بالغشاء السيتو بلاسمي بحيط بالمادة الوراثية ويبلش الغشاء يتسمك يتسمك وتتخلص بعد منها الخلية من المواد الغير الضرورية فيها لحتى تبقى بالأخير البوغة لحالة بشكل محافظ تبقى بالموقع في درسنا سؤالين سنخطمهم هل سيتو بلاستيك ممبرين ، لوبوليسكرايد السيبوبوليساكرايد، هل هو الأوتر ممبرين، هل هو البيبتيدوغليكان، هل هو التيوكويك أسد؟ السؤال الثاني، في أي من الأماكن التالية بتم تصنيع الطاقة في البكتيريا؟ هل هو عن طريق الميتوكوندريا، عن طريق السيتوبلازما، عن طريق السيلول، عن طريق السيتو بلاسيك ممبرين، ولا عن طريق المادة الوراسية؟ من جايب على السؤالين هدول ضمن مجموعة التليجرام، بتمنى يكون الدرس مفيد لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة